نسيب حضرتكم دلوقتي مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع لمية تفضل يا لمية شكرا لكي بسانت التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان إنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين والتي أثرت على مقارن عقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات تقرر تأجيل عقاد جلسات المحور السياسي المقرر لها اليوم الأحد وأضاف رشوان أن نفس الجلسات التي كانت مقررة ستعقد بكل حاضريها والمتحدثين فيها يوم الأحد القادم 11 من يونيو وأوضح رشوان أنه حرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية عقادها المعتمدة والمعلنة فقد تقرر عقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعدها المعلنة يومي ثلاثاء والخميس القادمين السادس والثامن من يونيو قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن فرنسا تشارك بحكم الواقع في النزاع مع الجانب الأوكراني مشيرا إلى أنها لا تعتبر دولة محايدة يمكنها أن تدعي دور الوساطة في تسوية الأزمة وحول إمكانية عقد قمة سلمية بشأن أوكرانيا في باريس قال بيسكوف أنه لم يرى أو يسمع أي تصرحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة مشيرا إلى أنه يصعب تصنيف فرنسا كدولة محايدة أو كدولة يمكنها أن تدعي نوعا ما من دور الوساطة أكد حاكم منطقة دينيبرو الأوكرانية سيرهي لساك ومسؤولون آخرون أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة وسط البلاد مع الحق أضرارا بمنزل من طبقين وأدى لإصابة عشرين شخصا بينهم أطفال أو خمسة أطفال في حين انتشل رجال الإنقاذ أشخاص من تحت الأنقاذ وكتب لساك على تيليجرام أن ثلاثة من الأشخاص في حالة حارقة مشيرا إلى أن سبعة عشر شخصا يطلقون العلاج بالمستشفى وذكرت تقارير أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار وأن مبنى خدمات الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون لرفع صقف دين الحكومة الأمريكية إلى ما يزيد عن 31.4 رليون دولار مما يجنب البلاد أول تعثر أمريكي على الإطلاق في سداد الديون وكان مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين قد وافق على التشريع في الأيام الأخيرة بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا وكانت توزارة الخزانة قد حذرت من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعتها في الخامس من يونيو ألجاري إن لم يتصرف الكونغرس في الأمر حتى هذا الموعد أفادت وزارة الطوارئ الروسية في مدينة كوبان بوقوع سلسلة فيضانات في 27 منطقة مجاورة مما غمر 13 منزل من مياه بسبب الأمطار الغذيرة وذكرت الوزارة في بيانها أن نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغذيرة نتجت سلسلة فيضانات في بلدة أبشرونيسكا في إقليم كروانسول دار وذكرت الوزارة أيضا في بيانها أن تواقمها قامت أو أقامت نقطة واحدة للإقامة المؤقتة لإيواء المتضررين وضحة أن تواقمها تعمل على ضخ المياه في المناطق المغمورة رياديا يستضيف الأهل مساء اليوم فريق الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دور أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولية ويسعى الأهل لتحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الحدي عشر له في دور الأبطال وذلك لتعزيز مكانته في صدرة أكثر الأندية الإفريقية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ مشاهديني انتهى موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل